السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جمعة مباركة. رأي حمان بزاف. وعيت. عيت جامعة للدار الشمس سرعتني. ما يمرني فطرت. فوهران يقولوا فطرت. في المغرب يقولوا تغديت. فطرت ترى تشوفوا القصعة على الطعام. الحمد لله. وتكسلت يقولوا فوهران تكسلت. مهم كما وعدتكم. كما قلت لكم. سوف نفعل الفيديو. هذا نسيين نهضر باللهجة الوهرانية اللي نسيتها. خدتها نرى عندي بزاف في المغرب. ونتعامل غير مع المغربة. ومعنديش اتصال مع الجزائر. مع العائلة. سيقطعت الكنتاكت من. هاديك هادي. واحد اللي. قول عامين تلت سنين ولا اربع سنين. مليروا واحد خطرة تالية. ما مراها شوية. المهم. غي واحد النقطة. باش. باش. احبابنا وخواتنا في. خاوتنا في الشرق الجزائري. يكونوا عارفينها. يكونوا على بالهم. في وهران. وهران. بالعباس. تموشن. تلمسن. سعيدة. مشارية. ما يقولوش. ما يقولوش نجمة. يقولو نجمة. الجيم ينطقوه كما المغربة. صحيح باش نكونوا متفاهمين. باش ما تقعدوش تتعقنوا عليا في الكومنتار. وحاجة اخوتي المغربة. لا ما فهمتوش حاجة. تقصوني في الكومنتار. ولا فهمتو. تبارك الله. ما نقدرش ندير. ما عنيش الوقت دروك. باش ندير المونتاج. ونكتب لكم الترجمة. موهم. المغربة اصدقاء عندي. في القناة قالوا لي اهدر كما بغيتي. قالوا لي اهدر. نحن نفهموكم. نحن نفهموكم. بالصح اللهجة تعوهرن معقدة بززاف فيها. كان واحد المصطلحات يقولهم غيف وهرن. تخرج غي. تخرج غي ثلاثين كيلو متع على وهرن. ما يفهمو مش. ما يفهمو مش. كما. نقولك كما انقارع. انقارع. راني قارع هي راني استنى. راني استنى فيك. هذي يقولوا غيفي وهرن. امام pote. كاين بزاف. واصلا في الغرب الجزائري من الولايات قد تبني ان تنجي على اللهجة. مع سكر عندهم لهجتهم. بالعباس عندهم لهجتهم. تلمسان غي ولئة تلمسان فيها. ربعة ولائة ولخمسة على اللهجات. هذه هي. هذا الموضوع تقالل وهدع فيديو. سنين تكلمات فيديو. سيطرة. ونتيجي على اللهجات. هذا الفيديو ان شاء الله سوف نشرح فيه لماذا نفضل لماذا نحضر باللهجة المغربية مهم باش ما نطبولش عليكم نكملوا الآخر الموضوع التاني الجزء التاني التعقيب التاعي على حافية الدراجي كنت واصل نكمل نقطة اللي كنت واصل فيها ومبعد ندخل لكم في الصح كنت واصل في النقطة تسمع كل الكلام الفاحش في كل دورة أنا كنت مع مع الزوجة التاعي مغربية وولدي كان صغير كنا في الجزائر كان عندي واحد بروبلام كنت نشوف عليه باش نفريه ومبعد نشوفي لان نقعدو في الجزائر ولا نجعل نولو للمغرب المهم في هذيك الفترة هذيك لابيريوض هذيك شفت باللي لا ما نعرف كي نفهمكم التطيح غاي زيد غاي ولا نورمال الناس الناس هلو مطبعين مع التطيح التطيح حنا من كنا صغار كنا نبسال كنا حنا تاني ما نكتبش عليكم حنا كنا صغار كنا أدوليصون كنا مرة مرة ندابزوا هكا ندابزوا ولا نزعقوا بيناتنا هكا واحد يقول كلمة لاخر ولا كلمة زعمة كلمة طائحة صح بيناتنا نشوفوا مرة من البعيد راجل من البعيد جاي من واحد يقول لاخر راجل جاي راجل جاي راجل جاي قعي سكتو تيفوت الراجل وبعد نكملو دروك كله دروك كوالو دروك يشوف الراجل الكبير شيبان يجاي مرة جاية بها بولادها واحد جاي مع مرته عن فامي جاي ما يقادروه همش والناس ولا تخاف منهم غير ما بزز هادو غير ما بزز غير ما بززت على 16 نعم 17 نعم الناس تخاف منهم ومين تقول الكاش واحد تقول لها شوالا هادا بن عمي شوالا هادا التطيح هذا اللي يقول لها نورمال عندكم نورمال يقول لك نورمال كان يقول لك نورمال كان يقول لك آه دو مش يمربي ما تديرش عليهم كيفش ما نديرش عليهم صاحبي انا ولدي انا غدي عيش هنا ولدي غدي كبر هنا كيفش ما نديرش عليهم هادي تمانا ولدي انا مين يكبر ثاني وليش يقول لي يطيط طمك وش تمانا وحدين شي وحدين يطيحوا شي بانية تتوحم ولا شواب نتوحم لمواتهم ولا البواتهم يطيحوا لهم شي بانية عهل فوق في البالكون ولا في التاقة وهو التحت يطيح لها منار فيزع ما هي تقول لها ارواح ولا تقول لها شريلي ولا هو ما بغيش يقول لها يقعد يطيح لها انا ليست الدعوة كما هذه انا ليست دابز لأن اللهجة عندها كما يقول لك كما يقول لك شي مشتركة مع اللهجة كازا صاحب كازا صاحب الحي محمدي وعين السبع من يقدر معك هو ره نورمال هو ره مقالمي هو ره مقالمي وهدر معك تحسب رهي بغيش دابز معك لا جدا يراها وهرا تاني كيف كيف وهرا نرا يهدر معك تقصيه الطريق زعم الطريق تقول له بغيت ان روح هنا بلاس دام ولا بغيت ان روح الحمري يقول لك أرواح صاحبير أرواح أرواح شوف اشتاها هذا الرم بوه هذا تم تم غد يفوت واحد البيس البيس 29 ولا ما نعرف حبسه وطلع فيه وقل رسوفير يقول لك يقول لها أوصي رسوفير يقول لها ميت وصل الارة الحمري قولها لي باش نهود وهذا ره يدير في الخير هذا ما ره يدير بزمعكم أولي بصح هذا ردير هكذا لا أرى لا أرى أن ينسي هذا الرغي بشوية لكي لا أخر بسح تبين تبين لكي تبين لكي هذه حسنا لم تكن أرى أرى في مليو كما أرى مليو ومن هذه أهم الأسباب التي عادت للمغرب سمحوا داخل لهجة لهجة تعوهران يقولون مروق ولا يقولون المغرب المغرب المهم ضروق نكمل لكم على حافة الدراجي حافة الدراجي حافة الدراجي حافة الدراجي وقاع الأزلام هذا النظام هذا اللاجيري عندهم شتوا فيهم مغاربة رماركيتو وحد الحاجة باللي هما يبدوا هما يبدوا يديروا حافة الدراجي هما يبدوا يديروا هما يجب وانتم صابرين وانه اللي تردوا عليهم يردوكم انتم ما يبدو وهذا الشيء اللي يكونوا هما داروه يجاهلوه كل يعمل 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 وانه يعمل وانه ما يدهج فيك يعمل وينه يعمل إنكو بنا هو له مدهر لك هو له مسكين ضحية يرد روحه هو ضحية هذه رقم شتوها رقم ما رقيتوها إما لا هذه المصيبة هذه ماشي غفى النظام هذه متجدرة في الشعب إلا ما رحمه ربي دايما نقول إما إلا ما رحمه ربي ما لقري أنا عمري ما تلاقيت بهذه اللي رحمه ربي أمري ما صادفت واحد بسح ما نقدرش تاني يعني خوفا من الله سبحانه وتعالى ما نقدرش نعمم تاني خاتش أنا ما تلاقيت مع عشرة ربعين مليون جزائري أنا عشرة واحدة الليشانتيون واحدة العينة تقدر تكون تمتيلية تمتلك المجتمع الجزائري خاتشواهرا خاصة فوهرا كانت 48 ويلة لديجا داعونا أصحابي كانوا والناس يتعاملت معهم كل واحد من من ويلة 48 ويلة يتعاملت معهم بسح باش نعمم هات الظاهرة ما خوفا من الله سبحانه وتعالى بلا ما نقعد غير نعود فيها إلا ما رحمه ربي فيهم هاد القادية وانا قد نحكي لكم حكايتين مع واحدة السيد ملا فامي تاعي هذا جداتي هي خالته جداتي هي خالته السيد هذا عايش مع أبوه ومه مع شوابين توعاه ومع أخوته أخوتاته في دار واحدة عندهم حانوا تتعخياطة في بدي جديدة حانوا تتعخياطة بكري كانوا يخدموا مغاربة ومعادت تعلموا وبدأوا يخدموهم أغلب بدعية البدعية في وهرن هي المغاربة يقولوا ببيجاما طويلة ببيجاما اللي فيها بياسة واحدة وطويلة هي بدعية كان يمزوقها كان يمزوقها وهذا السيد الذي اسمه طاهر هذا لم يكن يخدم مع أخوتها في الخياطة هذا طويل وانا كنت طويل هو كان طويل عليا وما يقدر كما يقول الخياطة تعوج الدهر واحد من يكون طويل ويخدم هذا الخياطة مع المطول يقول لي محدب القصارة لا تبين فيهم كثيرا بسعة طويل يقول لي محدب هو من يشاف روحها ما يقدش عليها ويبيع في القش كان في الألمان ومعادة ومعادة ويخدم ترك ويخدم تركيا ويشري القش ويبيعها في البداية جديدة وفي ورنة الحوانية والناس ومخلطة وين كان يخدموا لايبر كان يدخل مليح يدخل غاية كان يخدم معه شاشرة شاشرة أصحابه كان يخدمهم معه كان يقولوا جنود جندي يدخل معه جندي يخلص عليك الفيزا الفواياج الوتال المباتة الماكلة كل شيء خالص عليه كل شيء خالص عليه يعني ما يجيبه هو ويدخل معه ومين تجد دخل معه الفاليزا ويجبه 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 ثلاثة على حسب على حسب الجهد المهم في لزاني في الوصف لزاني 420 كنت كنت أتوديون في الجامعة ويجبه توقف لغريف أستاذ هكذا لم نقرأ هذه الصورة ولا تقرأ لكي نصف ويجبه نوفمبر ويجبه المهم محل يرى ويجبه لأن طهر يذهب وتحضر معه ثلاثة مهم نظري ويجبه نهضر لك معاه ونذهب لهم للدار ونهضر لك معاه ونقول له يديك معاه انت سبق ومنها تتعلم تقفاز ومنها تحوس في تركيا تبدل شفتني ندور 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 قرحياتي وقالت له أنت ايدة شابة يعني فكرة بليحق وقالي ليس بالسيف لم تكن بالسيف قلت له لا بغا يلي نجم لقد عندها صحابها لا يمكنك تريد طريقها فيهم لا يديني في فلسطا قالت لي صحة صحة رحت عنده قلت له ها كيفاش ها كيفاش ها كيفاش ها كيفاش ها كايد قال هاد زعقي خالتي وولدك سباق وكذا ومرحبا بي هو يجي بلي باسبورت عه ويجي عندي روحت عنده الحانوت استقبلني نورمال هدر معايا نورمال هدر معايا مليح قال لي قال لي مكيش مشكل غادي نتفعلك باسبورت عهد لاجونس بشي يعلقلك فيزا ونهار اللي تبغي تروح معايا راني نعلمك نقول لك وجد روحك نهار فلاني نفوت عليك ونروحه ان شاء الله قلت له ان شاء الله صحية تبارك الله فيك انا قلت غادي بالك يطول عليها شوية راه دير يروح مع أصحابه خطرة الأولى بالك خطرة الزوجة والثالثة هو كان يروح كل مستعشر يوم كل تروى سمان كل شهر سادي بان وقلت غادي حتى سمان عشرة ايام عاية للجداتي هذيك الوقت ما كانش بورتابل كان غير الفيكس حنا الفيكس عندنا في الدار مع الشيبانية مع الوالدة ما كانوش يعرفوه خطش الوالدة كانت جاب داروح ما تروح عندهم عند الفابيليا ما يجو عندها هي عقليتها دائرة كما هك المهم عاية للفيكس تعجد داتي وقال لها نهار الأربعة على الستة تعريحشية يقارعني يقارعني يستناني فعند دارهم نفوت عليه باللوطو ونروحوا للأيروبور باش يجي معايا قالتها لي وانا فرحت وعلمني يومين وثلاثة يام من قبل رحت عند الشيباني قلت لها هكيفاش هكيفاش هذي الروح للترك مع الطاهر شيباني قال لي واه روح مليحة أعطاني مسكين الله يرحمه أعطاني خمسين فرن هذا الوقت كانت مازال أورو كانوا مازال مداروش الأورو خمسين فرن كانت زعمت جيب سيكونت فرن قال لي باش زعمت إلا بغيت تشري حاجة تبغيت تشري حاجة تعجباتك تبغيت تشريها أو لا وطلع صاحي تبارك الله فيك جاهديك الاربعاء الستة أنا قارع بكابتي الستة السبعة والو مجاش تمانية ضلامة الدعوة بدأت تضلام وهو مجاش صاحي قطعت ليس وطلعت للدار ومالله يرحمه قلت لي مالك قلت لي ما نجيش ما عرفتش وذلك الوقت ما كان لابورطابلا والو صبحت صبحت على أخوه صبحت في الحانوت أنا مادرت في بيلي والو ما نويت حتى حاجة زعمة مش يمليها ولا ما قلت زعمة ترتقها لي قلت بالك صرات لحاجة بالك ما راحش قلت نشوف شكاين قلت عند أخوه قلت لحانوت وطلعت أن أخوه يخدم الخياطة واحد المسموم يرد إلى السلام صح هذا قالوا هو دير حق المسموم من عند ربي قلت له الطهر راح تركيا أو لا راحش قلت البارح قال لي قلت لحانوت وما فاقل قلت لي معنا بأليش هذا بيت معه في دار واحدة ساكن معه في دار واحدة قلت لي معنا بأليش أنا لا راح ولا لا راحش قلت له دروك أنا كيفاش نعرف الروح بالدار نسقصي أو لا تعطيني الميرو وتع داركم متاع الفيكس نعيط له أو لا قال لي لا 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 شوف قلت لي بأعتك الأجنس ونذهب الأجنس قلت لي بأعتك الأجنس تركيز وخصصي وقلت لها وقلت لك وقلت للتشيرة وقلت له قلت له طهر الفرتاني في الفرتاني ما تعلمه طهر وقلت له لخصصي وقالت له أنت أتيت بيها وقال لي أن تفوت المناطق وقال لي أن أردت من أجنس لكي أردت بيها أردت لهذه المناطق وقال لي أن أردت بيها أعطتك الفيزا قلت لك كيش هذه الليستة قلت لي قلت لي احنا عدنا قوطة مخصناش نفوتها كل عاجنس يعطوها قوطة قلت له الطاهر على باله باللي انا ما خرجش في الليستة وما روحش معاه قلت لي نورما مو على باله قلت لي هو اصلا يقولناش كل يجي معايا الجنود هذو اللي يجي معايا يعلمني يقولننا بغيت هذا يجي معايا وهذا يجي معايا قلت لي انا ما قاللكم ما يجي معايا قلت لي لا من ما خرجش في الليستة تسمى ما قالناش قلت لي صحة بارك الله فيك وروحت جداتين بعد قلت لي علش ما رحتش قلت لي هكيفاش هكيفاش عاودت له حكيت له كل شيء وانا ما كاش على بني باللي غاديت روحت تمسخه مين جاه هو مين جاه هو ما يطولش تمه هما وقال ربع ايام خمس ايام يولوو غي قد ما يسلعو ويولو ما يقعدوش بزاف تمه مين ولا رحت لالدار مسخاته 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 غسلاته كل ما يقولون المغاربة صبناته ريشاته اه هو لا غالب هذيك خالتها ما يقدرش ليها خالتها نورمال تدربة هكا نورمال، مثلا قد تالحال قال له أخوه راه جاء و راح للاجونس و يكون راح للاجونس هذا الطاهر أصلا يكون راح للاجونس و قالوا له بلي جاء واحد فلان و سقسانة و سقسانة و هاش نقول له ما عشبهش الحال قال كيف هاش هذا يروح للاجونس و يسقسي تقول له هذا يعطيك كلبان من الناس و ما نعرف كيف هاش مهم السيد التنشع هذه كلمة عن تنشع هذه غير الجيل الدهابي اللي و قال اللي يعرفها ما دروك ما عرفش إلى ما زال يقولها فهره لا السيد التنشع الفريد التنشع تنشع تعطي الصح زعم الديرونجة لكي يفهموني أخوتي المغربة ديرونجة كثيرا قال جدتي يأتي لكي نعطيها الباسبور لما لا تعاول لكي نعطيها الباسبور وفحت روحت لكي نعطي الباسبور وقعتها قارع فيها عند الباب وقف ومشنف ما قال لي؟ هو دائرها كحلة أعرف أنه لا تتعلم محفوظة من خالته فهناك مشكلة فهناك مشكلة فهناك مشكلة كيف وكيف عرفني؟ قلت لهم هذا لا يأتي معي هذا لكي أجعلها فيزا لن أطلق لي اجعلها فيزا أخسر 150 أم وعندها لن يجعلها يقوله كما يقولون المغاربة صحة ليس مشكلة كيف هل أنت عارفني لا سأذهب و تقول لي قارعني تقول لي قارعني أنت قمني أنا السيد من قبل هذا كنت سمعت به عمري لم تلاقيت به بيني وبينه غير خير والإحسان عمري لم تلاقيت به في حياتي أو تعاملت معه أول مرة نرى نحن ندد له الباسبار و تقوله كما تعاملت معه و خسرت معه أو تريد أن يقم منك أي شيء دعني قارع هذه ليهودية و ليهودية و ليهودية لم تتعيد لم تتعيد لذلك و أنت 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 يعني أنت و لم تتعيد و قلت لذلك و لا أعني شيء مشكل يهودية أيضا بحثة المعارفة ورواحوا تقرأوا العام بتاعكم في الجامعة والسيد السيد ردني أنا يظلمته شا قال لي قال لي تروح تدير لونكات ممورايا تروح تدير لونكات ممورايا آخويا قلت له أنت أنت عليش قلت لي قلت لي استناني وما يجيش منها ما يخلني شنهداري قطعني ويقول لي وتروح تدير لونكات ممورايا آخويا تدير لونكات ممورايا خلاني نهدر وتدير لجيب لي باسبور قال لي هكذا باسبورت صحي وراح وراح وعود راح 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 لبلاسة أخرى مشاق شتو المعاملة كي ديرا ثم هو من دير لي هذه العفسات المرخص نورمال حلال وسمعوا أنا من قلتكم حلال تفكرت حاجة هادو هادو مدينين هو وخوته و و و ابوهم متدينين أشد التديني هادو من جمعة جمعة يدوا للخرفان يروحوا للزوايا ويدبحوا يدلوا الصدقة ويقعدوا يتذكروا عندهم هذك الصوفية داخل هذك ديها تح الصوفية يقعدوا يتذكروا ربي تال العاصر بين الجمعة والعاصر يقعدوا في الزوايا كل يوم يروحوا الزوايا بلاصة يخرجوا على وهرن يدوروا خطرقينهم في الرمشي كنا مولين من بورسي الوهرن الرمشي هذي حدا كانوا في الزوايا تماما يقعدوا الخالي يقعدوا يقعدوا لها يروحوا رانا في الزوايا يروحوا يروحوا ورحتوا ورقيتهم تماما هذه عشر سنين من بعد ورقيتهم تماما وكان معهم هذا الطهر واخوية التقوى وقعوا وخدموا هذا الخدمة الدين عندهم غير الصلاة والصداقة والصيام والحج هذا مكان تحنى تحنى الناس حشيها للناس كدبع للناس نورمال وحاجة التي تركز عليها هي أنه يتضلم هو الذي يتضلم هو الذي يبدأ بعد أن تدافع روحك أو تدير ردة الفعل الله حرام هو احلال عليه وانت غدرت ردة حلال عليك وهذا الذي سنرى في المواقع التواصل مع النظام الكابرانات كيف يعني هذه الظاهرة متجدرة في المجتمع إلا ما رحمه ربي هذا اللي بغيت نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر